بسم الله الرحمن الرحيم أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام وي الشريق في الكون فجر جديد فأطلق لروحيك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد صرت من يديك التما أبت أن تشلى بقيد الإمام سترفع قربانها للسما مخضبة بوسام القلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراس أدرك صخور الجبال الرواس غدا سأشيح بفأس الخناص رؤوس الأباعي إلى أن تبيد رؤوس الأباعي إلى أن تبيد سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وإني على ثيقة من طريق إلى الله رب السنى والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخي فانضي لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بغير مهيض الجناح ولن نستذلى ولن نستباه وإني لأسماء صوت الدماء طويا ينادي الكفاح الكفاح طويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن درفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشور فأوقد لهم من رفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن نلقى أحبابنا فرودات ربي أعدت لنا وأضيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد